السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حضرت الزبط ايه اللي اخارك يا شام ما انت عارفاهم يا امي يومهم بسنة ربنا يهون عليك ربنا يستن ان شاء الله للمستعيان تاخد شوية وقت بس الموضوع خلاص خلاص ربنا يقرب البعيد بتدعي كده طنتي من قلبي زي ما تكوني بتتمني خروجه من الجيش اكتر منه نفسه طبعا عشان ما كنتش موافقة ان يخش كلها الحربية لنا ولا ابوه الله يرحمه وهو ركب دماغه ودي النتيجة ما خلاص يا ماما بقى جزك فينا ما هو دعا الكيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت مؤايدك على طول كلها بايزة كده والله العظيم يا شام انا كنت نازل من شركة بادري بس اعمل ايه الكهرباء قطع اضطريت استنى وانا مش انزل 25 دور على رجل عشان خاطر جنابة لا ايه حكاية النور اللي بيقى تعليله النهار ده بيحربوا الرئيس وبيكرهوا الناس فيه شغل شياطين هيموتهم من الغيز ان الناس اختارت دين ربنا نفسهم يبايدهم عن الدين باي شكل فيعملوا ايه؟ فيخترعونهم مشاكل وخلاص لكن الناس خلاص بايت فاهمة اكاذبهم وقلعبهم يا مهى مش كل الناس زينا فيه ناس كتير قوي انفصها ضعيفة وبصراحة ربنا انا بقيت خايف اللي بيحصل ده يؤثر على رأي الناس في الشارع يا جماعة الطائر الإسلامي نجح بحب الناس ليهم لكن بالشكل ده ماعتقدش انه هيقدر يكمن ولا رأيك يا حضرت الزابط والله انا شايف ان الناس اللي رابتها موافقتها على تحكيم شارع ربنا مش وقت خدمات دنيوية ملهاش قيمة ناس رايها مش مهمة اساسا لان ده دين مش لعبة واللي مش موافق على تحكيم شارع ربنا بمزاجه يوافق غصب عنه والجزم فوق رقابته كمان لان الكهربا مش من شارع ربنا يا احمد عشان يتكلف فيها من الاصل والله يا شام انا خايف يكون حد من الجماعة بتوع الجيش بيسمعوك دلوقت يحبسوك بدلا ما يطلعوك معايش انا كتم كتير في قلبي وساكت حتى يقضي الله امرا كان مفعولا